بدأ موسم حصاد محصول الأرز بأراضي جنوب بورسعيد وبلغت مساحة الأراضي المنزرعة في بورسعيد أكثر من 38 ألف فدان يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية باتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة بهذا المحصول الاستراتيجي وسط أجواء من الفرحة الكبيرة بدأ موسم حصاد محصول الأرز بأراضي جنوب بورسعيد وخلال الحصاد أبدى المزارعون سعادتهم وفرحتهم الكبيرة بالبدء في حصاد هذا المحصول الاستراتيجي الهام مؤكدين قيام الدولة بتوفير الدعم لهم وتدليل الصعوبات التي تواجههم محصول الأرز بورسعيد محصول مميز جداً وبدأ إنتاجية عالية لدرجة أننا بنزرع منه حوالي أكثر من 38 ألف فدان وال38 ألف دول مقسمين على 30 ألف موجودين في منطقة جنوب بورسعيد و8900 فدان تعريباً موجودين في منطقة سهل الطينة ولذلك بنولي محصول الأرز اهتمام كبير نحن بنولي كل المحاصيل اهتمام كبير ولكن محصول الأرز مميز بالنسبة للمحافظة أو من العلامات المؤثرة في محافظة بورسعيد لأنه محصول علاجي وفي نفس الوقت هو محصول اقتصادي دعم القائمين على حصاد محصول الأرز أكدت عليه القيادات التنفيذية بالمحافظة مشيرة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الأراضي المنزرعة بهذا المحصول الاستراتيجي كما أكدت القيادات التنفيذية على ضرورة تيسير الإجراءات أمام مورد المحصول بشوان وصوامع التخزين وتوعية وحث المزارعين على توريد الأرز بعد انتهاء موسم الحصاد وشددت قيادات المحافظة على أن الدولة تتول اهتماما خاصا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية وأنها تتخذ العديد من الإجراءات المكثفة للدفع بأكبر كمية من السنع الغذائية الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين بنبقى مبسطين طبعا ما هو بعد التعب ده لازم الناس بتحصد الخير وتجنيه وعشان ربنا يكرمها وتزرع الغلة بعد منه بسم الله ما شاء الله الانتاجية السنة دي جميلة جدا حسب كان درجة الحراءة عالية وببدأ من شهر 8 15-8 لـ 11 أني مبسوط النهاردة الخير كتير وربنا رزقنا والحمد لله هذا وبلغت مساحة الأراضي المنزرعة بالأرز في بورسعيد أكثر من 38 ألف فدان منها 30 ألف فدان جنوب بورسعيد وأكثر من 8 ألاف فدان في شرق بورسعيد ترجمة نانسي قنقر